أدرجت القدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية رسميا شركة مستقلة تحت اسم شركة القدية للاستثمار حسب ما جاء في تغريدة عبر حساب الشركة على تويتر وسيشكل هذا الأمر خطوة مهمة في مسيرة تطوير أولى مراحل المشروع والمقرر يتمامها بحلول لعام 2022 وفي عقاب حفل وضع خادم الحرمين الشريفين حجر أساسه الشهر الماضي قامت وزارة التجارة والاستثمار بإدراج وتسجيل المشروع رسميا شركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتخضع للقوانين السعودية